السلام عليكم أهلا وسهلا بكم أخوانا المتابعين هذه شجرة السدر الصيني نوع بيضاوي السدر الصيني يجي بيضاوي ويجي كاروي يسمى تفاحي السدر الصيني يحتاج إلى تقليم بعد نهاية جني المحصول في العادة يجنى المحصول وينتهي في شهر مارس في شهر ثلاثة ميلادي بعد جني المحصول لابد من تقليم الشجرة بهذا الشكل تقليم شبه جائر لتجديد الأوراق والإنتاج بشكل أفضل أما إذا تركتها بدون تقليم فإنها ستصبح شجرة وتنتج ولكن الإنتاج يكون أقل وأيضا تكون مصابة الأوراق القديمة هذه دائما كثيرة الإصابات بالحشرات من حافلة الأنفاق والتربس وغيرها فتجديد الأوراق أمر مهم هذه قلمناها قبل أسبوع بهذا الشكل كما نلاحظ طبعا انتبه لتقلم التطعيم نفسه هذا الآن هذا الطعم لازم السدر الصيني يجي مطاعم على الأصل البلدي فهذا هو الأصل وهذا هو الطعم الاتحام الطعم بهذا الشكل يتضع له علامة وهي صغيرة ثم بعد ذلك تعرفه بالعين المجردة التطعيم لا يقص وإنما يقص مع أعلى التطعيم بأطوال مناسبة لحجم عمر الشجرة ليس شرطا يكون التقليم عندك بنفس هذا المقياس وقد يكون أقل ممكن تقص من هنا وممكن تقص أعلى حسب قوة الشجرة وحسب المكان المتوفر عندك للشجرة المهم أن تقلم الأغصان بشكل سنقول مثلا ثمانية في المئة ونلاحظ هنا ظهور النموات الجديدة بعد التقليم هذه هي النموات التي إن شاء الله سوف تنتج في شهر تسعة ميلادي وقد تطرح أيضا الظهور في شهر ستة ميلادي ولكن هذا التزهير لا يعتمد عليه إنما التزهيرها الفعلي المثمر يكون من شهر تسعة ميلادي تقريبا من منتصف شهر تسعة ميلادي هنا في المنطقة الوسطى في القصيم وتنضج الثمار من نهاية شهر واحد ميلادي واثنين ميلادي تقطف منها وثلاثة ميلادي أيضا تقطف منها حسب الطاقص في كل منطقة وحسب الشجرة وتسميدها والظروف البيئية المحيطة ثم شهر أبريل يعني لابد من شهر أبريل تبدأ بقصها لأنه لو تأخرت عن شهر أبريل سيدخل الصيف الحار مثلا واحد قال بقص في شهر خمسة أو ستة ميلادي هنا يضعف الشجرة وقد يقتلها أو يسبب لها مشاكل كبيرة أيضا يتأخر الإثمار عندك إذا تأخرت في التقليم عن شهر أربعة يعني واحد أربعة تكون مقلم هذا آخر حد من شهر ثلاثة تبدأ بالتقليم إذا أنت جنيت المحصول كامل خلاص من يوم تبدأ جنيت المحصول وينتهي تقلمها هي لا تقلم في الشتاء مثل بقية الأشجار متساقطة في الأوراق هذه ليست متساقطة على أوراق السجر لا يقاس عليها التين والتوت والعناب والمشمش والخوخ وكمثرة والبخارة وغيرها هي لها حالة خاصة وكما ذكرت لا تتأخر بالتقليم إلى دخول الحرارة الشديدة لأنها أيضا يسبب إشكالية في الشجرة بضعف النمو أيضا النموات سوف تتأخر عن موعد التزهير موعد التزهير في شهر 9 ميلادي فإذا تأخرت زيادة وظهرت ستظهر نموات ولكن ستكون نموات قد فات عليها التزهير وقد تزهر ولكن بكمية أقل لأن طول الغصن قليل جدا نحن نريد أن تكون شجرة مثل هذه في شهر 9 ميلادي ستكون بنمو خضاري كبير فهذا يعني تزهير أكثر وثمار أكثر ولا تحتاج بعد التقليم إلى رشد مبيدات ولا أي شيء إنما تحتاج فقط الري فتكثف الري ويكون الري يومي للشجرة ممكن تعطيها قليل جدا من السماد العضوي لأنه أنت أصلا سمتها بالسماد العضوي في الشتاء فهذا كفيها وممكن أيضا إذا أنت تحب الإم بي كي تعطيها السماد الإم بي كي مثلا 18-18-5 اللي يساعدها على النموات ويدعم النمو الخضاري ممكن تعطيها يوريا ولكن بكمية قليلة جدا يعني لا تتعدى 100 غرام يعني نقول 50 غرام 70 غرام يعني ملء الكف كذا الواحد كذا تنثره بعيد عن الشجرة بحيث أنه يساعد أيضا على ظهور نموات وأوراق جديدة وكما قلنا أن السماد العضوي أيضا يأدي دور كبير وفعال سواء منقوع السماد العضوي أو السوبر كمبوستي أو السماد العضوي الجاك ولكن يوضع بكمية قليلة جدا هنا شوفوا النموات هذه النموات كلها جديدة كما نلاحظ شوفوا النموات بدأت تظهر أتمنى لكم إن شاء الله موسما نسا نلجاية مع السدر الصيني وكذلك السدر البلدي طيب هل السدر البلدي يقلم؟ السدر البلدي لا يحتاج تقليم جائر ممكن تقلمها تقليم بسيطة وتتركها كشجرة هذا خاص بالسدر الصيني وشكرا لكم